أنت معي من السلام عليكم وعليكم السلام زيك يا شيخنا يا أهلان ومرحبا أنا معك عمر من مصر يا أهل بك يا أهلان وسلم سني آه إن شاء الله طيب يا يا شيخنا أنا شفت الليف بتاعك بالصدفة آه يعني أول مرة أيو أيو أول مرة آه آه طيب يا أهل بك يا أهلان وسلم أنا أصلا يعني لسه طالب يعني وكده في مرحلة السنوي طيب آآ يعني آآ يعني آآ يعني استغربت يعني لما شفت الليف وكده يعني طيب آآ قافي دماغي بعض الأسئلة يعني على طول كده يعني آآ ما يصبح أنت أشوف مو مشكلة إليك حق تسأل جيد إليك حق تسأل لكن هو البرنامج الدفاع عن إمرأة ألف واربعمائة سنة تقولون أنها شريفة ولكن تبين لنا الآن في صحيح البخاري ومسلم أنها ليس بشريفة فهنا هو النقاش طيب يعني آآ حتى يعني آآ يعني يعني حتى لو هي مش شريفة دائل يعني إش بعد كده يعني إلحظ بعدين أنت رح تعرف دينك رح تعرف دينك كل منها وضوءك منها خلافة أبو بكر منها صلاتك منها حجك منها فحينما تكفر بها ستكفر بدين السنة لأن عائشة روت أكثر من خمسة ستة آلاف حديث طيب يعني دلوقتي أنا عرف دين من إيه؟ من عائشة طيب إزاي وأنت بتقول إن هي مش كويسة؟ إنت ماخذ منها وهي مش كويسة وإنت ماخذ منها فلذلك أحتاج أكشفها إليك أبعين لك هي مش كويسة نال موضوع يعني أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض أنت الآن تبدأ تبحث تكتشف روايات عائشة ولماذا أنا أشكل عليها؟ ادخل على الجوجل طيب حضرتك أنت متبع سيدنا علي طيب دلوقتي صح؟ الآن نترك سيدك علي لا تدخل للزيارة ادخل على الجوجل يلا خلينا نكتشف عائشة أنا وياك ادخل على الجوجل طيب أنا بس كنت عايز أسألتها طرمها الدلوقات انت حضرتك بترسل شمعك من شوية بتقول إن النبي مش عارف كاذب وكده يعني نعم نعم بعدين بعدين إليك حق تتكلم بعدين الآن ادخل على الجوجل عندك جهاز ثاني تدخل على الجوجل لو سمحت لا والله مع عائشة التلفون اللي أنا بكلمه طيب طيب حضرتك للوقت انت كنت بتقول إن سيدنا محمد يعني كاذب ومش عارف كده صح؟ لا كنت تقول إن عائشة يدخلون الرجال عليها ويجنبون وتنزع ملابسه ماشي لا وقلت كمان رسيلنا محمد كده لا لا نحنا كلامنا عن عائشة مو حلقتنا عن عائشة طيب ما هي زوجة النبي ما هو نبيك ميت وهي كانت تلعب لا يضر حتى طيب ماشي يعني دلوقتي مش سيدنا محمد هو زوج سيدنا عائشة مات؟ مات وهي لعبة هل هذا يضر؟ لا يضر ازاي لا يضر وهي نقل عنه حديث ما هي لعبة لأنها منافقة الروايات تقول إنها كانت تلعب مع الرجال وتنزع ملابسه في صحيح البخاري ومسلم عائشة لون أسألك سؤال محترماتي إلك ولعائلتك الكريمة إذا عندك أخت أرملة تقبل يدخل عندها رجل بالشقة يصبح مجنب؟ لا هذا كان يصير في بيت عائشة ادخل على الجوجل ادخل افتح المايكروفون الخارج وادخل على الجوجل تمام انا معك اكتب أن رجل النزل الجوجل سيكملها لك طب اهو ما هو موجود في صحيح البخاري أنت رح تطلع لك الرواية وقرأها ماشي هل دي موجودة صحيح البخاري فعلا اي صحيح انت كتبت انت ماذا كتبت لا كتبت كتبت يلا اقرأ الرواية وقرأنا مصدرها وين فعلا صحيح مسلم اهه جيد اقرأ انه اقرأ بصوت عالي بقرأ بقرأ تقرأ بينك وبين نفسك ايوة اقرأ اول مرة مو مشكلة اقرأ بصوت عالي صحيح مسلم بركة كأنما تقرأ قرآن يعني ان سوي طيب يعني انا عرفت الوقت النتيجة المترتبة انا عرفت انزيل قالت انما كاني وجزئك ان رأيت ان تفركت فلقد رأيتني يعني اي شيء وبعدين باني تخلص يقول امين يعني هذا اخو القرآن هذا في روايات القرآن تعتبر ايه قرأته ايه النتيجة المترتبة بعد كده اقرأ بصوت عالي اسمعه قرأت قرأت اقرأ بصوت عالي اسمعه بركة اريد ان تبرك قرأت اقرأ بصوت عالي هذا قرآن لا مش قرآن ده حديث هل هذا صحيح مسلم اخو القرآن حديث حديث النبي وحديث النبي حديث جبريل وحديث جبريل حديث الأرآن والقرآن والقرآن عن الله عزر اقرأ اقرأ اتفضل كما سيدنا علي كان يعمل بالحديث اقرأ لا تدخل الزور سيدك علي اطلع هذه الشركيات اقرأ الحديث اقرأ الحديث خلاص قرأته اقرأ الحديث يا ابني يا شيخنا قرأته خجلان لا مش خجلان طيب الحديث عار بصراحة بصراحة الحديث فيه عار بصراحة كلمني يا حبيبي انا زي ابوك زي اخوك الحديث فيه عار بصراحة احنا اخوانك ان شاء الله عائلتك الحديث فيه عار في ناس يوميا اسمعني اسمعني يا عزيزي الحديث فيه عار حاليا اه لان انا رسالا مش متأكل من يعني رسا يزا بحط برضك في الموضوع لكن حاليا اه في عار جيد انا ادعوك ان تسأل مشايخك مو مشكلة مو مشكلة انا ادعوك ان تسأل مشايخك ان يفسروا هذا الحديث لك ركز على هالكلمة يجب ان يقنعوك حتى تقنعني يعني مو تجي تجيب التفسير وتنقله الي لان انا راح ارده فورا لا لازم يقنعونك بحيث تكون متمكن ان تقنعني وانا انتظرك امام المشاهدين جيد ياه لبك مع السلام معزز مكرم جيد ياه لبك اسمعني ما اغرق الخط علق السلم علينا يلا حقا حقا الحمد لله شوفوا اخواني ما اريد اسمع شيعي في قلبه ريب يقول كافي ملينا من عائشة ملينا من ان رجلا نزل بعائشة قل له انتشب ملينا من فقهك انتشب قل له ملينا من خرطاتك ما حد يقول لهم على فيديوهاتهم ملينا من الوضوء ملينا من سؤالتكم شوف هذا حديث ان رجلا نزل بعائشة لابد ان يدخل لكل بيت مسلم سني موحد كل بيت حتى يكون حجة دامغة عند الله عليهم كل بيت تخيل كم مليار ما سامع عنا رجل تخيل كم مليار كم مليار بالسعود كم ملايين الناس بالسعودية بالكويت بالامارات بالمصر بالجزائر بالليبيا بالمغرب بالدول جميع الدول ملايين ملايين ما سامعين صدق ما سامعين ما سامعين يعرفون خلافة صلاة على التربع والامامة وهالكلاوات هذه المنظرة منظرة في العسول